شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في فعالية رفيعة المستوى حول المياه على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى عبد العاطي كلمة أشار فيها إلى أن أكثر من 70% من المخاطر المناخية مرتبطة بالمياه مشيرا إلى ما يشكله ذاك من تهديد خطير للأمن الغذائي والأمن المائي وسبل العيش مما يتسبب في العديد من الخسائر والأضرار مستشهدا بتقارير البنك الدولي التي تشير إلى أن ندرة المياه في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها قد تتسبب في خسائر تصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول عام 2050